بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزائي الطلاب والطالبات في مقرر الذكاء الاصطناعي 1-2 في الوحدة الخامسة خوارزميات التحسين واتخاذ القرار وفي درسنا اليوم مشروع الوحدة في هذه الوحدة تعرفنا على الدرس الأول مشكلة تخصيص الموارد وتعرفنا أيضا على الدرس الثاني مشكلة جدولة الموارد وتعرفنا في الدرس الأخير والثالث من هذه الوحدة على مشكلة تحسين المسار نتذكر معا أهم المواضيع التي تعرفنا عليها في هذه الدرس الدرس الأول مشكلة تخصيص الموارد تعرفنا على خوارزميات التحسين في الذكاء الاصطناعي وتعرفنا كذلك على مشكلات التخصيص تعرفنا على الحل الأمثل وما هو الحل الأمثل تعرفنا على كيفية الحل باستخدام القوى المفرطة وطرائق الاستدلال والبرمجة القيدية والبرمجة الرياضية وتعرفنا كذلك في هذا الدرس على مثال عملي لتحسين مشكلة تشكيل الفريق قمنا بحل هذا المثال باستخدام خوارزمية القوى المفرطة وباستخدام خوارزمية استدلالية جشعة وقمنا في الأخير بعمل مقارنة بين هاتين الخوارزمية في الدرس الثاني مشكلة جدولة الموارد لهذه الوحدة تعرفنا على مشكلات الجدولة تعرفنا على مشكلة التباطئ الموزون للآلة الواحدة تعرفنا على مشكلة جدولة الإنتاج حسب الطلب قمنا باستخدام لغة البايثون والتحسين لحل مشكلة التباطئ الموزون للآلة الواحدة أيضا قمنا بحل هذه المشكلة باستخدام عدة خوارزميات منها خوارزمية حل القوى المفرطة خوارزمية الحل الاستدلالية الجشعة وخوارزمية البحث المحلي التي كانت تحسن الحل السابق ولا تقوم بإنتاج حلول إضافية أيضاً تعرفنا على كيفية كتابة هذه الدالة الخاصة بالبحث المحلي قمنا بعمل مقارنة بين نواتج هذه الخوارزميات جميعاً باستخدام دالة المقارنة في الدرس الثالث والأخير من هذه الوحدة تعرفنا على البرمجة الرياضية في مشكلات التحسين تعرفنا على مشكلة حقيبة الظهر وقمنا بحل هذه المشكلة ومعرفة كيفية حلها باستخدام القوى المفرطة كذلك قمنا بمعرفة مشكلة البائع المتجول وقمنا بحل هذه المشكلة باستخدام نوعين من الخوارزميات إحداهما خوارزمية القوى المفرطة والأخرى برمجة الأعداد الصحيحة المختلطة لحل هذه المشكلة سنقوم بحل بعض التمارين سؤال الأول اشرح طريقة استخدام البرمجة الرياضية لحل مشكلات التحسين المعقدة في الدرس الثالث تعرفنا على البرمجة الرياضية وقمنا باستخدامها هذه البرمجة الرياضية يمكنها أن تحل العديد من مشكلات التحسين مثل وذكرنا وتعرفنا في الدرس السابق على أمثلة لمشكلات التحسين تخصيص الموارد، تخطيط الإنتاج، الخدمات اللوجستية والجدولة تتميز هذه التقنية بأنها توفر حلا مثاليا مضمونا ويمكنها التعامل مع المشكلات المعقدة ذات القيود المتعددة يبدأ حل البرمجة الرياضية بصياغة مشكلة التحسين المعطات على شكل نموذج رياضي باستخدام المتغيرات حيث تمثل هذه المتغيرات القيم التي يجب تحسينها ثم يتم استخدامها لتحديد الدالة الموضوعية أي الهدف من هذا التحسين والقيود الموضوعة حتى لا نتجاوز هذه القيود والدالة الموضوعية والقيود يصفان دائما المشكلة ويمكنان من استخدام خوارزميات البرمجة الرياضية في البرمجة الرياضية لدينا نوعين من المتغيرات متغيرات القرار التي يتم أو يمكن ضبطها من خلال متخذ القرار حتى يصل إلى الحل المناسب ولكن لدينا نوع آخر من المتغيرات هي متغيرات الحالة التي تفرضها لدينا البيئة الخارجية ولا يمكن لمتخذ القرار أن يقوم بضبطها وتغيرها في السؤال الثاني ما هي مزايا وعيوب أسلوب برمجة الأعداد الصحيحة المختلطة في حل مشكلات التحسين نتذكر معا مزايا وعيوب استخدام هذه البرمجية أو أسلوب برمجة الأعداد الصحيحة من تتذكر معنا؟ إذن ممتاز أحسنتم المزايا هي تتميز بأنها توفر حلا مثاليا مضمونا وكذلك يمكنها التعامل مع المشكلات المعقدة ذات القيود المتعددة تستخدم برمجة الأعداد الصحيحة مجموعة واسعة من تقنيات التحسين التي تتيح حلا أفضل لحل هذه المشكلة إذن هذه المزايا والعيوب نذكرها كذلك ممتاز العيوب هي تتطلب خوارزميات برمجة الأعداد الصحيحة مزيدا من الوقت والموارد الحاسوبية حيث ستصبح مكلفة على الجهاز من ناحية استخدام وحدة المعالجة والذاكرة أيضا قد يكون من الصعب فهم خوارزميات برمجة الأعداد الصحيحة وتعابيرها الرياضية كذلك يمكن أن تستغرق حلول هذا النوع من البرمجة الكثير من الوقت حيث تستغرق عمليات التنفيذ وقتا طويلا مقارنة بالخوارزمية الاستلالية كما ذكرنا في الدرس السابق بأن مقارنة بالثلاث خوارزميات القوى المفرطة وبرمجة الأعداد والحل الاستدلالي شهدنا بأن تفوقت برمجة الأعداد على خوارزمية القوى المفرطة ولكنها ما زالت أبطأ من طريقة الحل الاستدلالي في السؤال الثالث قم بتحليل مشكلتين من مشكلات التحسين يمكن حلهما باستخدام البرمجة الرياضية ثم حدد متغيرات الحالة ومتغيرات القرار الخاصة بها إذن نجيب على هذا السؤال ما هي أو ما أذكر لنا مشكلتين من مشكلات التحسين ممتاز متغيرات القرار والحالة لكل مشكلة من المشكلات ممتاز أحسنتم إذن من أمثلة المشاكل لمشكلات التحسين تخطيط الإنتاج حيث أن متغيرات القرار لهذه المشكلة الكمية التي يجب إنتاجها من كل منتج نتذكر معا ما هو الفرق بين متغيرات القرار ومتغيرات الحالة متغيرات القرار هي المتغيرات التي يمكن لمتخذ القرار أن يقوم بتعديلها وإمكانية التحكم بها متغيرات الحالة هي المتغيرات التي لا يمكن لمتخذ القرار أن يقوم بضبطها أو وضعها وهي التي تفرضها البيئة الخارجية في تخطيط الإنتاج متغيرات القرار هي الكمية التي يجب إنتاجها من كل منتج من أمثلة متغيرات الحالة لمشكلة تخطيطات الإنتاج توفر الموارد الخام وسعة آلات الإنتاج وتوفر العمالة المطلوبة للإنتاج أيضا المشكلة الأخرى نقل الموارد متغيرات القرار لهذا النوع من المشكلة عدد السلع التي يجب نقلها من مكان إلى آخر متغيرات الحالة لهذا النوع من المشاكل المسافة بين الأماكن التي يجب زيارتها وسعة المركبات للمنتجات التي يتم نقلها من مكان إلى مكان آخر في السؤال الرابع اذكر ثلاث مشكلات تحسين مختلفة من عائلة مشكلات تحديد المسار نتذكر معا هذه المشكلات التي كانت في درس مشكلة البائع المتجول ممتاز أحسنتم إذن تعرفنا على عدة مشكلات في هذا الدرس من ضمنها مشكلة تحديد مسار المركبات حيث هذه المشكلة تضمن إيجاد الطريق الأمثل لأسطول من المركبات لتوصيل السلع أو الخدمات لمجموعة من العملاء والهدف أو الدالة الرياضية من ذلك تقليل المسافة الإجمالية المقطوعة إلى الحد الأدنى تشمل أمثلتها الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل وجمع النفايات وكذلك تعرفنا على مشكلة أخرى مشكلة الاستلام والتسليم التي تتضمن على إيجاد الطرق المثلة للمركبات لكي تستلم وتسلم البضائع أو الأشخاص إلى مواقع مختلفة تشمل تطبيقاتها خدمات السيارات الأجرة خدمات الطبية الطارئة خدمات النقل الجماعي المشكلة الثالثة مشكلة جدولة مواعيد القطارات حيث تقوم هذه المشكلة أو تتضمن على إيجاد جداول زمنية مثالية للقطارات في شبكة السكك الحديدية في ظل والهدف والدالة الموضوعية لهذه المشكلة تقليل نسبة التأخير إلى الحد الأدنى وضمان الاستخدام الفعال للموارد من أمثلة هذه المشكلة النقل بالسكك الحديدية وجدولة هذا النقل نشاهد معا هذه الخوارزمية لدينا التي تعرفنا عليها في الدرس السابق دالة خوارزمية حل القوى المفرطة المطلوب في هذا السؤال إنشاء أو إكمال هذه الدالة إكمال المقطع البرمجي بحيث تظهر هذه الدالة المسار الأفضل والمسافة الإجمالية نتذكر معا هذه الدالة وهي دالة خوارزمية حل القوى المفرطة في بداية الدالة قمنا بمنادات أو استدعاء دالة permutations التي تقوم بالتباديل أو عمل جميع التباديل الممكنة لحل هذه المشكلة قمنا بتعريف خوارزمية الحل القوى المفرطة التي تأخذ ثلاث معاملات المعامل الأول مصفوفة المسافات المواقع نقطة التوقف ونقطة الانطلاق قمنا هنا باستثناء أو عمل استثناء نتذكر معا طريقة كتابة هذا الاستثناء حيث سنقوم باستثناء أو إبعاد نقطة التوقف ونقطة البداية من المواقع التي سنقوم بعمل تباديل فيما بينها ممتاز أحسنتم قمنا باستخدام location IDs وانقصنا من start stop نقوم في هذا الجزء بتوليد لجميع الطرق الممكنة ذكرنا سابقا سنستفيد من هذه الدالة هنا تذكروا ذلك all roads أي أن كل المسارات ستساوي ستساوي ماذا؟ ممتاز سنستخدم دالة permutations في permutations تباديل تباديل بين من؟ أو بين ماذا؟ المواقع اللي هي location IDs قمنا هنا بوضع حد أقصى للمسافة قمنا هنا بوضع متغير أولي أي جعلنا هذا المتغير best road إلى الآن لم نصل إليه إذن هو none أي لا يوجد حل إلى الآن قمنا هنا في حلقة التكرار بالبحث في كل المسارات القوى المفرطة كما ذكرنا في جميع الدروس السابقة بأنها تتميز بأنها تبحث في جميع الحلول ولا تترك حلا إلا وتبحث به عن المسار الأفضل سنقوم هنا في البحث في كل المسارات سنقوم بتعريف متغير للمسافة ونضع قيمة أولية صفر current location حاليا الذي يبدأ أو نقطة الانطلاق حاليا أي متغير ممتاز start stop نقطة الانطلاق التي ستكون هي نفسها نقطة التوقف نقوم هنا بعمل حلقة التكرار حتى يتم الانتقال بين هذه المواقع في حلقة التكرار next location in road الموقع التالي في هذا المسار المسافة ستكون أو نقوم هنا بإضافة المسافات كل مسار سنقوم بإضافة المسافة إليه عن طريق استخدام مصفوفة dist matrix ممتاز dist matrix current location location الحالي أو الموقع الحالي الذي سنقوم بالانطلاق منه إلى next location الموقع الذي سنقوم بالوصول إليه current location الآن بعدما قمنا بالانتقال للآخر إذن أصبح لدينا هو نفسه سيصبح next location ممتاز أحسنتم next location سنقوم هنا بحساب المسافة بنفس الطريقة السابقة للجزء الآخر لأنها حلقة التكرار dist matrix كما ذكرنا سابقا أحسنتم وهذا dist matrix أو المصفوفة الخاصة بالمسافات تأخذ دائما النقطة المحلية أو الموقع المحلي والجانب الآخر من المصفوفة أو الصف المصفوفة يكون دائما إحسنتم start stop اللي هي النقطة الأخيرة سنصل إلى النقطة الأخيرة هنا حتى يضمن أننا وصلنا في الأخيرة أو في نهاية في نهاية هذا المسار إلى نفس نقطة الانطلاق نقوم هنا بالتأكد من أن المسافة التي قمنا بجمعها هي أقل من البستنس من أفضل طريق وضعناه سابقا أفضل طريق وضعناه سابقا كانت قيمة قسوة قيمة علية جدا تصل إلى ما لا نهاية نتأكد إذا كانت أقل إذن نضعها في الأفضل طريق ممكن نحن نبحث عن أقل طريق ممكن بين هذه المسارات أجمعها سنقوم بوضعها في البستستنس والبستروت سنضع في الروت أو الطريق الذي وصلنا إليه أو المسار الأفضل الذي وصلنا إليه الآن دالة القوى المفرطة كما ذكرنا سابقا تعيد لنا نقطة البداية قائمة من المواقع نقطة البداية بعدين القائمة الموجودة بالبستروت أو المسار الأفضل على حسب عدد المواقع المدرجة في نسخة المشكلة وبالأخير ستارت ستوب هذه القائمة أو هذا المعامل الأول الذي يتم إرجاعه من هذه الدالة والمعامل الآخر هي مجموع المسافات لهذا المسار في السؤال السادس أنشئ خوارزمية حل برمجة الأعداد الصحيحة المختلطة لمشكلة البائع المتجول من خلال إكمال المقطع البرمجي التالي بحيث يتم انتقاء متغيرات القرار وقيود الاتصال انتقاء صحيحة نعرفنا متغير أو دالة الـ MIP Solver هذه الدالة كما هي دالة الخوارزمية القوة المفرطة وكما نشاهد هنا تأخذ ثلاث معاملات أو ثلاث متغيرات أي أن مجموعة المسافات بين جميع المواقع وكذلك التي تعتبر نقطة الانطلاق والتوقف في نفس الوقت نبدأ هنا في حل هذه الخوارزمية Solver نبدأ في البداية بوضع نموذج نتذكر معا من أين قلنا بأننا سنقوم باستيراد موديل من MIP ممتاز أحسنتم سنضع هنا أداة الموديل حتى نقوم بإنشاء حل حالي نقوم هنا كما ذكرنا بوضع Solver Verbus في ساوي صفر في هذا الجزء من المقطع البرمجي Transition أو الانتقالات سنقوم بتوليدها عن طريق وضعه في قائمة الدالة التي سنستخدمها للتوليد وتعرفنا عليها في الدرس السابق أحسنتم وهي دالة Product ممتاز سنقوم في هذا الجزء سنكمل هنا بمعرفة مواقع وكذلك هنا سنقوم بإنشاء مصفوفة هذه المصفوفة تحتوي على إلى الآن نضعها خالية في البداية وتكون عبارة عن المواقع أو المسارات بين هذه المواقع نقوم هنا بإنشاء متغيرات القرار الثنائية بين نقطة الانطلاق ونقطة التوقف لدى كل المسارات في Transition سنقوم هنا بإضافة Solver سنبدأ بإضافة متغير نتذكر معا طريقة إضافته Add Var أحسنتم وال Var Type هنا متغير قرار ثنائي إذن ممتاز أحسنتم سنضع Binary في جزء الأخير سنقوم باستخدام الدالة هنا سنتعرف على أو الهدف كان الدالة الموضوعية أننا سنقوم بالبحث عن أقصر مسار لدينا دالتين فقط هي إما Minimize أو Maximize سنستخدم هنا أحسنتم دالة المينيمايز في الجزء الثاني أو في بقية المقطع البرمجي هنا سنقوم بوضع قيد لأنه سيتم المغادرة مرة واحدة من هذا الموقع وسيتم الوصول مرة واحدة إلى هذا الموقع نتذكر معا ماذا نضع هنا في هذا أو إضافة للسولفر في حلقة التكرار هذا أحسنتم سنضع X من المسار من مسار الانطلاق إلى مسار الوصول وفي النقطة الثانية سنقوم بعكسها حتى يتأكد من XJ إلى XI سنقوم في هذه النقطة بوضع قيد خاص لجعل جميع المواقع متصلة نتذكر معا طريقة وضع هذا القيد سنقوم بسولفر هذا القيد سنقوم بإضافة متغير قرار متغير القرار سيكون من أي نوع أحسنتم من نوع العدد الصحيح لكتابة ترتيبه في المواقع solver.addverb أي سنضيف متغير نوع الvar type هنا سيكون integer في الأخير سنقوم هنا في هذه الخوارزمية بعمل ماذا؟ الهدف من هذه الخوارزمية تحسين المسار إذن solver.optimize solver.optimize أي سنصل إلى الحل النهائي سنتعرف بإذن الله على المشروع الوحدة يحتوي مشروع الوحدة افترض أنك تعمل في شركة توصيل وطلب منك مديرك أن تجد المسار الأكثر كفاءة لتوصيل الطرود إلى مواقع متعددة في المدينة يتمثل الهدف هنا من إيجاد أقصر مسار ممكن لزيارة كل موقع مرة واحدة فقط ومن ثم العودة إلى موقع البدء هذه المشكلة مثال على مشكلة البائع المتجوم المطلوب من هذا المشروع أولا ستقوم بإنشاء أمثلة متعددة على مشكلة البائع المتجول تشمل مواقع عددها من 3 إلى 12 وستتراوح المسافة في كل مثال من 5 إلى 20 وحدة ثانيا سنقوم بإنشاء دالة رسم نقاط باستخدام مكتبة matplot library ترسم أفضل مسار تنتجه خوارزمية الحل يمكنك استخدام هذه الدالة فقط مع النسخة التي تشمل 20 موقعا ثالث نقطة أنشئ دالة رسم نقاط باستخدام مكتبة matplotlib لترسم نقاط أدات كل من خوارزمية حل القوى المفرطة وخوارزمية حل برمجة الأعداد الصحيحة المختلطة بالمقارنة بينهما أربعة أكتب تقريرا موجزا تناقش فيه النتائج التي توصلت توصلت إليها بخصوص كفاءة أدات خوارزميتي الحل القوى المفرطة وبرمجة الأعداد ومزايا وعيوب كل منهما سنقوم هنا بمساعدتكم في كيفية حلها ولكن سنترك بقية الحل لكم وستقومون بحل هذا المشروع وإرساله إلى معلمك أو معلمتك في البداية نريد إنشاء أمثلة متعددة على مشكلة البائع المتجول تشمل مواقع عددها من ثلاثة إلى اثنى عشر وستتراوح المسافة في كل مثال من خمس وحدات إلى عشرون وحدة أي أننا سنقوم بعمل نسخ من ثلاثة إلى اثنى عشر سنقوم أول مرة بإدخال ثلاث مواقع أربع مواقع خمس مواقع إلى أن نصل إلى اثنى عشر موقع أي سنقوم تقريبا بعمل معا في دروس السابقة استخدمنا هذه الطريقة لإنشاء نسخة من المشكلة هذه النسخة من المشكلة تأخذ عدد المواقع وتأخذ مدى أو النطاق الخاص بالمسافات أي أننا سنضع هنا أول مرة ثلاثة ومن ثم ذكرنا هنا نطاق المسافة من خمسة إلى عشرون وحدة أي هنا سنضع من خمسة إلى عشرون سنقوم بتكرار هذه الخوارزمية سنقوم بتكرارها في الثلاث مواقع والأربع مواقع والخمس مواقع إلى أن نصل إلى 12 موقع في كل مرة سنقوم باستخدام هذه الخوارزمية مع تغيير ما يمكن أو ما يحتمل تغييره اعتمادا على عدد المواقع والزمن في هذا أو في هذه الجزء أيضا نتذكر كيف أننا سنقوم هنا باستخدام أو طباعة الدست ماتركس للتأكد من أننا وضعنا جميع المسافات لكل مشكلة من المشكلات السابقة نقوم بعمل مثل هذا المقطع البرمجي نقوم هنا في جزء الثاني من المشروع الوحدة أنشئ دالة رسم نقاط باستخدام مكتبة مات بلوت لايبراري أخذنا في الوحدة الرابعة تعرف على الصور أخذنا مكتبة المات بلوت لايبراري وهي المكتبة الخاصة بالفجوليزيشن المكتبة الخاصة بالتمثيل المرئي سنقوم الآن بتمثيل مرئي لأفضل مسار تنتجه خوارزمية الحل يمكن استخدام هذه الدالة فقط مع النسخة التي تشتم العشرين موقعا عندما نقوم باستدعاء المات بلوت لايبراري سنقوم بإمبورت استدعاء هذه المكتبة باي بلوت نكتب اسم المكتبة دوت باي بلوت ونقوم بوضع اختصار لها باي بلوت ونقوم بوضع اختصار لها كما تعودنا في جميع المكاتب أو أغلب المكاتب آز ونقوم بتسميتها ب بي ال ت أي أنه جميع الدوال المستخدمة من هذه المكتبة بي ال ت ستقوم بعرض مقطع مرئي نتذكر دائما هذه المكتبة وطريقة استخدامها ونتذكر كذلك أثناء الرسم قمنا هنا باستخدام طريقة برمجة أو طريقة برمجة العداد الصحيحة فنقوم بحل بما أنها عشرين موقع أي أننا نحتاج عدد كبير لا تستطيع القوى المفرطة القيام بالحل فيه إذن سنقوم بحلها باستخدام برمجة العداد الصحيحة نتذكر معا المقطع البرمجي نقوم باستخدامه وتغيير ما يلزم على حسب نسخة المثال الذي لدينا أيضا هنا سنقوم بوضع القيود التي تحتاج إليها هذه البرمجية كما ذكر في المشروع ولرسم هذه الدالة نتذكر معا نتذكر هنا رسم المخطط الخاص بهذه الدالة من الموقع الانطلاق إلى موقع النهاية سيكون رسم المخطط بهذه الطريقة نتذكر في دروس سابقة في الفصل الدراسي الأول في هذا المقرر تعرفنا على طريقة رسم هذا النوع من الهياكل من البيانات أو طريقة استخراج هذا النوع من هياكل البيانات في دروس سابقة في الفصل الدراسي الثاني تعرفنا في الفصل الدراسي أو في الوحدة الأولى في الدرس الثالث هياكل البيانات غير الخطية لذا نقوم برجوع إلى هذا الدرس وإتمام حل هذه الجزئية أيضا هنا في السؤال أو فقرة الثالثة من المشروع أنشئ الدالة ترسم النقاط بنفس المكتبة ترسم نقاط أداء كل من خوارزمية حل القوى المفرطة وخوارزمية حل برمجة الأعداد الصحيحة سنقوم هنا برسم النقاط لأفضل حل أنتجته خوارزمية حل القوى المفرطة وأفضل مسار أنتجته خوارزمية حل برمجة الأعداد الصحيحة ونقوم بالمقارنة بينهما سنستخدم كما ذكرنا سابقا طريقة خوارزمية الحل القوى المفرطة التي استخدمناها في الدروس السابقة بنفس الطريقة سنقوم باستخدامها وأيضا سنقوم بالرجوع للدرس في الفصل الدراسي الأول كي نقوم برسم هذا المخطط رابعا أكتب تقريرا موجزا تناقش فيه النتائج التي توصلت إليها بخصوص كفاءة أدات خوارزميتي الحل ومزايا وعيوب كل منهما بعد عرض التمثيل المرئي لنتائج خوارزمية القوى المفرقة ونتائج خوارزمية برمجة الأعداد نقوم بالمقارنة بينهما نقوم بفتح برنامج سواء كان برنامج الورد أو برنامج البوربوينت ونقوم بعمل تقرير مفصل بجميع النتائج التي توصلنا إليها في حل هذه المشكلة باستخدام خوارزمية القوى المفرقة ما هي مزايا وعيوب هذه البرمجية نقوم في وضعها أما في جدول أو نقوم بتقسيم التقرير إلى عدة نقاط نقاط خاصة بخوارزمية حل القوى المفرقة أو خوارزمية برمجة الأعداد الصحيحة بعد الانتهاء من عمل هذا التقرير وكتابة جميع التفاصيل نقوم بإرساله أو قم بإرساله إلى معلمك أو معلمتك عبر منصة مدرستي أو عبر البريد الإكتروني للمدرسة نتذكر معا المشروع هذا المشروع يتكون كما ذكرنا من فكرة أو مشكلة الباع المتجول حيث يقوم بإنشاء أمثلة متعددة على مشكلة البائع تشمل مواقع من 3 إلى 12 والمسافة من 5 وحدات إلى 20 وحدة أنشأنا دالة رسم نقاط باستخدام مكتبة الماتبلوت عند استخدام خوارزمية الحل لمشكلة تشمل 20 موقع أيضا قمنا بإنشاء دالة رسم نقاط باستخدام نفس المكتبة مكتبة الخاصة بالفجوليزيشن أو تمثيل المرئي ترسم نقاط أداء أفضل حل وصلت إليه خوارزمية القوى المفرطة وأفضل حل وصلت إليه برمجة الأعداد الصحيحة رابعا سنقوم بعمل تقرير يقارن بين الحلول التي قمنا بالوصول بتوصل إليها ومقارنتهم ومعرفة مزايا وعيوب كل منهما تعرفنا في درس اليوم على مشروع الوحدة الخامسة خوارزميات التحسين واتخاذ القرار شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته